لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أنه بعد ذلك قبل القسم أداء القسم اجتمع الجيد صالح مع عبد المجيد تبون سأقول لكم ماذا قال وطلب الجيد صالح من عبد المجيد تبون وماذا تعهد به عبد المجيد تبون ووافق عنه كان العبد المجيد تبون في ذلك الوقت لا يهمه إلا رضا الجيد صالح ورضا المؤسسة العسكرية هذا من الآخر لأنه يدرك تماما أن المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت التي كانت عانت هي التي تسير البلاد إذا لم ترضى عليه أو أن لديها تحفظات عليه فلن يصل إلى الرئاسة لذلك كان حتى في حملته الانتخابية كان متردد في كثير من المواقف لأنه لا يعرف كيف يفكر الفريق جيد صالح رحمه الله من الأمور التي في الجلسة كان تبون يستمع والجيد صالح يتحدى الأمر الأول الذي أكد عليه الجيد صالح أنه بعد أدائه القسم واستلامه السلطة وقال لها أن لقد تحقق لك ما لا يمكن أن يتحقق لغيرك أن تصل إلى منصب رئيس الجمهورية بعد الحراك الشعبي هذا شيء كبير شيء كبير جدا ولذلك قالوا أول شيء يديره هو حل المؤسسات البرلمان مجلس الأمة في غضون شهر قالوا في غضون شهر بعد أداء القسم قبل رأس السنة تكون حلية هذا البرلمان وهذا لمجلس الأمة وقال لغيرك صالح لأنه فيه رؤوس كثير فاسدة يجب أن تحاسب لذلك حل البرلمان وذلك قبل نهاية السنة وتعهد عبد المجيد تبون بذلك وقالوا هذا سيكون أمر الثاني أنه القيد صالح قالوا ضرورة مواصلة الحرب على الفساد وأخبره بأنه لديه ملفات ثقيلة جدا موجودة على مكتبه وقد تحصل عليه وسوف يتم تسليمها إليه من أجل مواصلة مكافحة الفساد وتتعلق برؤوس كبيرة برؤوس وحيتان كبيرة أرباب مال أعمال وزراء في البرلمان شخصيات لا يمكن لها وإعادة فتح الملفات التي عالق وذكر له في ذلك ملف الخليفة قالوا ضرورة فتح ملف الخليفة وكل الملفات العقالقة طريق السيار ملفات سونطراك وما إلى ذلك من تلك الملفات الثقيلة الخاصة بالفساد ضرورة مواصلة الحرب على الفساد وأعلمه بأنه تم توقيف العديد من الجنرالات والعقداء والكثير من القادة العسكريين إن قالوا بأنه في إطار الفساد نحن في المؤسسة العسكرية نحارب الفساد داخل هذه المؤسسة وأنت يجب أن تواصل مكافحة الفساد لأنه هو ذلك الشيء الوحيد الذي يعيد ثقة الجزائريين في مؤسسة دولة أيضا تحدث له بأن الملفات الموجودة تتحدث عن بوتفليقة ويجب أن تفتح في القضاء وإضرورة أي شيء إذا ثبت الاتهام عن تورط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يجب أن يحاسب ومما ذكره القايد صالح أنذاك لعبد المجيد التبون أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصمت ولا يمكن أن يهدأ إذا لم يرى أن عبد العزيز بوتفليقة يحاسب وذكر له تبون أنا ذاك أنت تعرف بأن هناك علاقة بيني وبين عبد العزيز بوتفليقة وهذا الأمر وهو مريض وكذا وكذا قالوا ولو إذا كان ما يستطيع يوضع في المشفى ويحاسب ويفتح فيه ملف حتى إذا مات على الأقل يموت وهو تمت محاسبته على الجرائم التي حدثت في البلد أمر آخر أن أحمد جيد صالح تأكد على أمر هنو ضرورة خلال الفطرة الثلاثة الشهور الأولى يجب أن تكون هناك انتخابات برلمانية نزيهة تشريعية نزيهة وأخبره بأنه يجب أن يلح ويفتح حوار شفاف وحوار قوي مع الحراك الشعبي بصفة الرئيس الجمهورية بصفة حكم مدني وهذا الحوار سيفضي مباشرة إلى انتخابات برلمانية يجب أن يشارك فيها الحراك الشعبي ويجب أن يكون هناك في البرلمان شخصيات حقيقية وانتخابات نزيهة وشفافة يعتمد عليها الرئيس في مسار الحكم أمر آخر وهو أعتقد الخامس أن أحمد قيد صالح ذكر العلاقات الجزائرية مع الدول والدولة التي ذكرها بالاسم وأكد عليه قاضية العلاقات مع فرنسا قالوا يجب تحرير القرار الجزائري من الهيمنة الفرنسية يجب مراجعة هذه العلاقات علاقة السيد والعبد يجب أن تكون هناك علاقة دولة مع دولة يجب أن تراعى مصالح الجزائر وليس مصالح فرنسا في الجزائر يجب أن تكون مصالح متبادلة وليس مصلح الطرف على حساب الآخر فقط يجب أن يكون للجزائر دور في أفريقيا بمعنى الكلمة حيثما تتواجد عزمات يجب أن تكون الجزائر هي الأولى وذكر له بأن الجزائر هي الدولة الأولى في أفريقيا وهي أكبر دولة وهي الدولة المغاربية الأولى وذكر له تحديدا أنها دولة ذات الثقل وذات التاريخ الكبير لذلك عودتها بقوة للساحة الدولية الدولية سيساعدها على الكثير من المستوى أيضا ذكر تحدث له عن الدستور قالوا يجب أن يكون هناك دستور الجزائرين قالوا هذا الدستور الذي اتخذته أنا فقط في المسار من أجل الحفاظ أن لا تنزلق البلاد ولكن يجب أن يكون هناك دستور جزائري جديد هذا الدستور يكون مقبول لدى الجزائريين ويكون لديه مضيف يتماشى مع هوية الدولة الجزائرية يراعي تاريخها ويراعي بيان أول نوفمبر نعم ذكر له بيان أول نوفمبر وذكر له الشهداء وذكر له المجاهدين لذلك يجب أن يكون هناك دستور حقيقي للدولة الجزائرية وليس دستور يخدم جهات ويخدم مناطق ويخدم مثل هذه الأمور وقالوا هذا سنتابعه فيما بعد هو كان يتحدث له على كما يقول خارطة الطريق فقط والتفاصيل ستأتي فيما بعد أمر آخر تحدث له عن ضرورة محاسبة العصابة وعدم تمكينها أينها من أي عفو ومصادرة كل أملاكها وذاكر له حداد وراب راب قالهم ضرورة محاسبة هذه العصابة حساب عسير والأموال التي عندهم والممتلكات والعقارات والشركات والمصانع التي لديهم يجب أنه إن كل من يثبت عليه تورطه في الفساد وتورطه وأنه أخذ المال العام يصادر أملاكه يكون ما يكون ولا يستثنى أحد وذكر له تحديداً حداد وراب راب أو أمر آخر تحدث له عن ظاهرة الامتيازات التي نالتها منطقة القبائل هكذا تحت قلوة منطقة القبائل أنها خلال الفترات السابقة كلها تحصلت على كثير من الامتيازات يجب أن تتوقف هذه الامتيازات يجب أن تعامل هذه المنطقة مثل كل مناطق الجزائريين وركز له على ضرورة النظر إلى أهل الصحراء لأن منطقة الصحراء هذه منطقة عميقة ومنطقة فيها خيرات كثيرة وشعبها مقصي من كثير من الأمور لذلك يجب إهتمام بهذه المناطق وذكر له أيضاً مناطق هو الذي سماها مناطق الذل قال له هناك مناطق ذل فقراء في الشرق الجزائري وفي الغرب الجزائري وفي الجنوب الجزائري وفي الوسط يجب إهتمام بهم وركز له ضرورة الإهتمام بالفقراء في الجزائر الناس الذين قدرتهم محدودة جداً هؤلاء هم الذين يجب الإهتمام بهم لأنهم يشكلون شريحة واسع من المجتمع وكان في كل مرة يتحدث له يذكره أن هذا سيؤدي إلى استعادة الثقة في الدولة الجزائرية أيضا الجايد صالح تحدث عن أمر هام ويتعلق بدور المؤسسة العسكرية وأخبره بأن المؤسسة العسكرية ستبتعد عن المشهد السياسي أخبره بأنه سيتوقف عن تلك الخطابات ستبتعد المؤسسة العسكرية ستهتم المؤسسة العسكرية بتنظيف نفسها بنفسها وسيترك له المجال التصرف وفق هذه الخارطة الطريق التي تحدث عليه وأن المؤسسة العسكرية ستتابع عن كثب وعندما يقتضي الأمر ستأخذ المبادرة وستكون في مساعدته وستساعده بما يجب أن يكون لأن قالوا أن المؤسسة العسكرية إذا بقيت ما بعد هذه الانتخابات تظهر في المشهد هذا سيذر بالمسار نهائيا لذلك قالوا المؤسسة العسكرية ستبتعد نهائيا ولكن ستبدأ تراقب من بعيد وظهروا حتى يتم استقرار البلاد ووصولها إلى شاطي الأمان أمر آخر أن القائد صالح قال لعبد المجيد تبهون أنه سيحتفظ بمنصب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا الأمر لفطرة محدودة لفطرة محدودة قد تصل إلى صيف 2020 قالوا حتى على الأقل ستة شهور هذه الستة شهور سيحتفظ بهذا المنصب عندما يتم ترتيب الأمور قالوا أنه سيذهب إلى التقاعد وأخبره بأنه بعد ذلك ستوكل المهمة الخليفته سيكون علي بن علي علي بن علي سيتولى منصب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وينوبه الفريق شينجريا نعم هذا هو الأمر الذي تعهد به القيزار وبعد ذلك قالوا سأغادر إلى بيتي أتفرغ لأسرتي وأتفرغ لأولادي وأحفادي وأنتهي من صداع الرأس هذا الأمر أيضا أوصاه الجيد صالح على ضرورة التركيز على الوضع الاجتماعي المنظمات الطربوية القضائية الصحية يجب أن تفتح ورشات كبيرة في هذه المجالات قالوا الوضع الجزائر سيء اجتماعيا قضائيا كذا كل هذه الأمور وأيضا تحدث له على ضرورة إصلاح المنظومة السياسية والحزبية والخريطة الحزبية قالوا توجد أحزاب طفينيات يجب حلها ويجب أن تذهب نهائيا وتغادر المشهد مشهد الأحزاب التي ضرت بالمشهد السياسي بالجزائر يجب أن تغادر بأي طريقة كانت قالوا يجب إعادة رسم خريطة الأحزاب السياسية في الجزائر أمر آخر أن الرئيس استمع أيضا إلى القايد صالح بنهم شديد وكان يستمع فقط وأحيانا يسأل وأحيانا يضيف شيء نقطة فقط ولكنه كان يستمع بنهم شديد وكان معه شخص هو الذي كان يسجل في رؤوس الأقل أيضا ركز له على ضرورة عودة الجزائر إلى الساحة الدولية على الجزائر أن تعود إلى الساحة الدولية نعم إلى الساحة الدولية ضرورة أن الجزائر تعود بقوة وهذا يحتاج إلى العمل الحقيقي بداية العمل من تلك اللحظة التي يذهب فيها ويستلم الرئاسة في مكتبه ضرورة العمل وذات حدث له استعادة الملف الليبي وذكرت لكم أن الرئيس تبون أن الجايد صالح طلب خطاب رئيس تبون الذي كان سيؤديه بعد أداء القسم وأرسل له وتمت مراجعته وإضاف فيه أشياء وحذف أشياء وكان من بينها فالجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا أحب من أحب وكره من كره ولن تقبل الجزائر أبدا بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي أضافها الجايد صالح ولم تكن مكتوبة من قبل من طرف عبد المجيد تبون قال له ضرورة استعادة الملف الليبي وأن الجزائر يجب أن تستلم الملف الليبي ولا يجب أن يحدث شيء في ليبيا بدون موافقة الجزائر ولا يسمح أبدا لأي كان أن يتدخل في ليبيا خارج إرادة الجزائر هكذا قال له هذا هو أخطر ملف عن أمن القومي الجزائر سيشكل قنبلة موقوطة على المستقبل على الجزائر وأيضا استلام الجزائر إلى هذا الملف الليبي سيعيدها بقوة إلى الساحة الدولية وسيجعلها تفرض إرادتها في العالم أيضا ذكر له تحريك ملف الصحراء الغربية قال له أن ملف الصحراء الغربية صار مجمد تراقد عنده سنوات وهو على حاله اللي باقيه يستفيد منه هي المملكة المغربية وأن الجزائر صارت لم تعد تستعمل هذا الملف ولا تؤثر فيه وهو أيضا أنه ضرورة إنهاءه على المستوى الدولي لذلك قالوا يجب إعادة هذا الملف مجددا إلى الساحة الدولية والضغط على المجتمع الدولي لضرورة تنكين الصحراويين من تقرير مصيرهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات تندوف حتى الجزائر تتفرغ إلى ملفات أخرى وتحديات جديدة صارت تظهر في المنطقة وذكر له بأن المستقبل لا يمكن أن يكون سهل والحروب ربما تزيد تشتعل في مناطق أخرى لذلك على الجزائر أن تمسك هذه الملفات ولا تتركها في يد أحد وضرورة أن تعمل من أجل حلها بكل ما تستطيع دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا القايد صالح رحمه الله تحدث لعبد المجيد تبون أيضا على مكاسب الحراك الشعبي قالوا الحراك الشعبي حراك كبير تاريخي وقفت معه المؤسسة العسكرية هذا حراك أجمع عليه كل الجزائريين قالوا لذلك هذا مكسب كبير للجزائر وهذا المكسب ما يجب أنه ينقلب ضد الدولة الجديدة التي يقودها تبون ذلك قالوا ضرورة الاستجابة إلى ما تبقى من المطالب هناك مطالب كثيرة لا يمكن الاستجابة إليها إلا من طرف رئيس الجمهورية قالوا أنت ستؤدي القسم وتسير رئيس جمهورية يجب أن الحراك الشعبي تستجيب له وضرورة فتح حوار مع الحركيين وضرورة التشاور معهم وهذا الحوار يفضي إلى انتخابات برلمانية وما إلى هذه الأمور ذكره أيضا بضرورة تعيين حكومة يكون فيها وزراء من الوجوه الجديدة قالوا حاول تتفادى وجوه بوتفليقية من قبل حاول تجيب وجوه جديدة نهائيا حاول تعتمد على الوجوه التي ناضلت ضد نظام بوتفليقة قالوا ما لازم تعيد المشاهد كبيرة وجيب الأشخاص بعد ذلك أنت في مواجهة قالوا ترسانة كبيرة على المستوى الفيسبوك وتويتر وهذه الأشياء شبكات تواصل الاجتماعي وفي وسط هذا التركيز الإعلامي على الجزائر قالوا ستكون في مواجهة لذلك ابتعد نهائيا عن الوجوه المحسوبة على بوتفليقة أو التي تولت مناصب في عهد بوتفليقة حاول أنك تبتعد نهائيا حتى تكسب ثقة الجزائريين وتطمئنهم ذكر له وفي هذا السياق أن عبد المجيد تابون قالوا أنني أفكر في السيد عبد العزيز جراد فقالوا الأفضل أن عبد العزيز جراد لا يكون رئيس للوزراء ولا أفضل أن يكون هذا عبد العزيز جراد هو مدير الديوان في رئاس الجمهورية قالوا أنا أثق فيه كذا وكذا قالوا خلاص جيبه ديره مدير الديوان في رئاس الجمهورية هي رئيس الحكومة وحسب المعلومات التي وصلتنا أنه أعطاه بعض الأسماء الجيد صار أعطاه بعض الأسماء وقالوا هذه الأسماء اعتمد عليها وقالوا أيضا زيد ضيف أسماء أخرى ترها أنت مناسبة هو لا يريد أن يحسسه بأنه سيطر على كل شيء حتى الوزراء هو لعينه أعطاه بعض المقترحات وقالوا أنت أيضا أظف ما تريد ولكن أعطاه توصيات ضرورة تشبيب الحكومة وضرورة الابتدعات عن تلك الوجوه المحروقة التي كانت في عهد عبد العزيز بوتفلق أيضا الجيد صالح وكما ذكرت أنه أعطاه توصيات كثيرة وعطاه تحفيزات كثيرة وأكد لها أنه سيكون داعم له خلال هذه الفطرة التي يبقى فيها الجيد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأن الجيد صالح سيتولى هذه الفطرة بترتيب البيت الداخل للمؤسسة العسكرية أيضا جهاز المخابرات وكل هذه الأمور وجهاز الأمن والدرك وكل قالوا هذا اتركها لنا نحن سنرطبها بما يساعدك في هذا الأمر في خارطة الطريق التي قدمها لك وهناك أحاديث في جوانب أخرى هذا الذي استطعنا أن نصل إليه من طرف المطلعين على هذا الأمور لذلك لو نلاحظ أن الجيد صالح كان يوصي بطريقة مودع كان يريد أن الجزائر تنطلق حتى أنه ذكر له كم من مرة أنه خلاص أنا كبرت على روحي واشو بقالي قداش راح نعيش الأحسن لنا أنه الرطب الجزائري لولادنا وحفادنا وما إلى شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة